من بيرنارد شو العراق إلى وراقي شارع المتنبي ومن ثم إلى شوارع الثقافة والكتابة المكلومة على امتداد الخارطة العربية هذه رسالة كاتب تشكل من حروف العراق وألمه وآماله خارطة عراقية وطنية لم يتركها خالد القشطيني عملاق القلم الأدبي الساخر ومنه السياسي والاجتماعي صاحب النكتة خفيفة الظل التي تذهب بالضحكة إلى أبعد مدى في ذهن المتلقي ليرى الصورة بوضوح تلك الصورة التي رسمها القشطيني عن العراق بأحزانه وتاريخه المتراكم وأمال شعبه المنتظرة يغرد رئيس العراقي السابق برهم صالح بقلم تثمين دور أديب وكاتب كبير بوزن القشطيني لما تركه من إرث واثقته مقالاته وكتبه عن التاريخ والأدب العراقي والعربي أخذ القشطيني برحيله مكانا في قلوب العرب من شعراء وصحفيين سيما بنيله جوائز من بينها جائزة في الإمارات عام 2015 عن العمود الصحفي يقول القشطيني لجأت للسخرية في الأدب لأن العراقيين يفتقرون لروح الدعابة لا يضحكون كثيرا ربما لأنهم يأخذون كل شيء على محمل الجد لطالما كان القشطيني أيضا فخورا بلقب بيرنارد شو العرب الذي ألقاه به هاشم الحافظ أحد مؤسسي جريدة الشرق الأوسط ولد القشطيني في الكرخ ببغداد عام 1929 تخرج في كلية الحقوق عام 1953 ومن معهد الفنون الجميلة قسم التصوير عام 1952 من أعماله كتاب نكة الجوع والجوع كان يعرف جيدا أن شر الملية ما يضحك فرحل صانع الضحكة ثقيلة العيار لوجع في القلب لكن بقي الجوع وزادت برحيله أوجاع العراقي على هموم ما أكثرها إن كتبت في مقالات وسطور